كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا؟ وكما يقال الوقائي خير من العلاج في خطوات أساسية لابد من اتباعها للحماية من فيروس الكورونا والحماية من الكثير من الأمراض الفيروسية الأخرى أهم خطوة فيها وأول خطوة هي النظافة الشخصية خاصة غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالكحول الخطوة الثانية والمهمة هو اتباع أداب العطس والسعال وقت العطس والسعال لابد من تغذية الأنف والفم بمنديل والتخلص منه بشكل آمن أو في حياة عدم موجود ممكن استخدام المرفق أو الثراع المثني بهذه الطريقة نقدر نعتص أو وقت السعال ده بيقالل بكتير من فرص انتقال العدوى إلى الآخر الخطوة الثالثة والمهمة هي تجنب المخالطة اللصيقة بمعنى القرب الشديد من شخص لديه أعراض جهاز نفسي كأعراض البرد أو نزلات البرد أو الانفلونزا الخطوة الرابعة والمهمة هو طهي الطعام وخاصة المنتجات الحيوانية والطيور والبيت بشكل جيد الحرارة لها القدرة كبيرة على قتل الفيروسات وبالتالي بنقدر نحمي نفسنا أنه أي مرض ممكن ينتقل من حيوان إلى إنسان الخطوة الخامسة والأخيرة والمهمة هو تجنب التعامل الغير آمن مع الحيوانات سواء كانت برية أو حيوانات المزرعة